قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية أن مقاتليه فرضوا سيطرة تم على مخيم في قرية البغوز شرق سوريا حيث تتم محاصرة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الرافضين للاستسلام منذ أشهر ويتزامن هذا مع استمرار الاستباكات في أماكن أخرى من القرية حيث يواصل مقاتل تنظيم الدولة القتال ويمثل الاستيلاء على البغوز نهاية حملة دامية مستمرة منذ أربع سنوات للقضاء على التنظيم وتعد تلك المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم في البغوز الجيبة الأخير للتنظيم المتطرف الذي سيطر من قبل على مناطق شاسعة في سوريا والعرق شيئا فشيئا يضيق الخناق على رافضي إلقاء السلاحي من مقاتلي تنظيم الدولة في البغوز هكذا تبدو الصورة قوات سوريا الديمقراطية تؤكد سيطرتها على آخر جيوب التنظيم في سوريا وتقدم عناصرها لكنها تتجنب إعلان النصر تتجنب ذلك ربما بانتظار انقشاع غبار المعركة أو خوفا من مفاجأة يخفيها الانغماسيون السيطرة هي نتيجة التطورات العسكرية التي كانت مستمرة منذ يومين ما زال هناك بعض المجموعات تتحصن في جيوب وقوات تشتبك معهم حتى الآن بالعموم الاشتباكات المستمرة التطور الجديد هو السيطرة على المخيل استعجال المقاتلين الأكراد لإعلان ما قد يكون حسما للمعركة في البغوز تمهيدا لنصر يروه حتميا يبدو مبررا هو حسم آت وينتظره الجميع ما من شك بذلك غير أن الماكنة الإعلامية لتنظيم الدولة ترمي في الوقت نفسه ما قد لا يروق لقادة قوات سوريا الديمقراطية ترمي عبر وكالة أعماق لقطات مصورة تظهر إن صدقت مقاومة مسلحي تنظيم الدولة وعدم انكسارهم نهائيا بعد أمام الهجمات البرية الكردية والغارات الجوية ومعنا من غازي عنتاب المحلل العسكري فايز الأسمر سيد فايز منذ أسابيع ونحن نسمع التحالف وقصد يعطونا مهلة أسبوع تلو الأخرى لحسم الوضع في البغوز ما الذي يحدث؟ مساء الخير أستاذ نور مساء الخير أستاذ نادين يعني في الواقع مثل ما ذكرت أربعين يوما من معارك البغوز هي أعلن عن تلك المعركة أنها الجيب الأخير عبارة عن بساتين البغوز ومخيم البغوز وحسب ما قالت قصد أنه لا يتعدى مساحته ثمانمائة متر واثنين وأربعين يوما منذ إعلان ترامب أنه سيعلن غدا النصر على داعش إذن تأخر هذا النصر أربعين يوما وأتصور أنهم يريدون إعلان هذا النصر في ذكرى يوم نيروز الذي يحتفل به الأكراد عامة تم تأخير الإعلان إلى الغد أو بعد غد من أجل القول أنه تم تدمير داعش وإنهاءه في شرق الفرات لاحظت أنه في التقرير ذكر تقريركم أن قصد تنهي آخر جيوب داعش في سوريا وهذا خطأ لا يزال التنظيم يسيطر على مساحات واسعة في غرب الفرات في البادية السورية وصولا إلى بادية السخنة وبادية الميادين والبوكمال ومحطة التيتو التأخير في المعارك بتصور أن قصد لم ترد أن تقتحم بريا تلك المنطقة من أجل تخفيف الخسائر عليها أين خسائر قصد؟ لم نلاحظ أنهم ذكروا أن هناك خسائر بشرية وقعت في صفوههم بينما لاحظنا تلك المنطقة أكثر من ذلك سيد فايرت هم يتحدثون عن مجرد جيب وأنت تقول مساحته لا تتجاوز 800 متر ثم يقولون أنهم أحصوا خروج 66 ألف شخص منهم 5000 من تنظيم الدولة ومعهم 24 ألف من عائلاتهم ألا تجد أن في هذه الأرقام مبالغة ما أو تضليل ربما؟ بالتأكيد هي مبالغة وليست شك في المبالغة هي مبالغة 800 متر يخرج منها 60 ألف لو وضعنا واحد جنب واحد ما تأخذ خمسة آلاف بني آدم بها 800 متر فغريب هذه مدن تحت الأرض على من يضحكون يعني العلم العسكري معروف للأسف هم لاحظوا أنهم لا يريدون خسائر والدلالة على ذلك الخسائر الوحيدة التي تكبدوها عندما فجرت انتحاريتان من داعش كبدتهم جريحان أو ثلاثة جرحة هم ححال ومخيم الباغوز وكما لاحظت أنت ولاحظنا كلنا استخدمت عليها الفوسفور القنابل الارتجاجية القنابل العنقودية الفيديوهات انتشرت إحالة هذا الجيب إلى جهنم فوق الأرض وخلال ساعات منذ مساء الأمس لليوم يقولوا أنه دخلنا على مخيم الباغوز وسيطرنا على الباغوز بعد أربعين يوم إذن هذا بالمطلق هو مسلسل كوميدي بتصوري والسؤال المهم هنا سيد الأعداد والأرتال ويصوروا سؤال هنا ما مصير هذه الألاف أصلا الذي تخرج من الباغوز هل تترك هكذا لقصد لتفعل بهم ما تشاء وهي في النهاية ميليشيا عسكرية تماما هذا ما يسأل عنه المجتمع الدولي وأنا بتصوري وأؤكد لك أنا أبن تلك المنطقة كل هؤلاء لاحظ الأرتال هي من العجائز ومن الجرحة ومن المقيمين الذين لم يغادروا أرضهم غدا تلاحظين أن الذين ذكرواهم خمسة ألاف من داعش الأسرة هم نصفهم مدعشنين يعني قالوا عنهم أنتم داعش ومن أجل أن يأخذوا منهم أتاوات لتهريبهم من السجون أو إطلاقهم أو لكي لا يتهموه من داعش داعش تلاشت وهي إذا انتهت وجوديا شرق الفرات حتى لو انتهت غرب الفرات فهي بالتصوري أنها ستكون ضمن جماعات صغيرة تؤرق أكثر من المعركة التصادمية أو معركة التماس المباشرة هي ستعتمد على حرب الكر والفر والعصابات ولاحظي أنه الشهر الماضي عمليتان ضد القوات الأمريكية في منبج مع أن منبج ترده منها منذ سنوات وأيضا عمليات في جنوب الشدابي وضحت البكرة سيد فرح مع أنهم ترده داعش منها منذ سنة وعمليات على حقل العمر وترده من حقل العمر منذ ثمانية أشهر إذن بالمطلق أنا بتصوري أن القادم أقسى على قوات قسد وأستنزافها بالمطلق شكرا جزيلا لك فايز الأسمر المحلل العسكري من غازي عنتا